وعايز أتكلم بقى عن الطاقة الجديدة والمتجددة أستاذ الشامي هذا مجال أيضا مصر تطمح أنها توصل ل42% من الطاقة المؤلدة في مصر تكون Green Energy يعني زي ما بنقول أو Clean Energy اللي هي سواء في محاطة بنبان أو من الهايدروجين أو من غيره أو من الطاقة الشمسية اللي هي في كل مكان في مصر وده بحلول 2030 يرتفع هذا الرقم في ما بعد ذلك يعني ماذا تمثل محطة بنبان بالنسبة لقصة واوي وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم أظن ولا في الشرق الأوسط فكلمني عن محطة بنبان ماذا تمثل بالنسبة للطاقة الجديدة طيب هو الحقيقة طبعا أنا بشكر حليك وأهلا بسهدتك وإستاذ المشاهدين الحقيقة إحنا خلينا نتكلم أن من 2014 إحنا بدأنا في مصر في نقلة نوعية غير طبعية في الطاقة القدراء أو الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة ناحية الطاقة الجديدة ومن المتجددة بصدور قرار تحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة كانت البداية والنواة البوابة الرئيسية من بنبان نحن نتكلم بنبان مشروع على مساحة 8,843 فدان 37 كيلو متر مربع بإجمالي 1,465 ميجا واط إن شاء الله في بعض القطع كمان الفاضي هنبدأ نكملها لفترة القادمة لنوصل لـ 1,700 ميجا واط يعتبر ترتيب كأنها أكبر محطة على مستوى العالم من حيث الكاباستي أو القدرة وهي الأولى خدت الجائزة من البنك الدولي كمشروعات البنك الدولي في 2019 من الأولى في الأداء في الطاقة القهربية من الطاقة الشمسية بنتكلم في محطة قدرتها تقريبا ما يقرب من 80-90% من إنتاج الكهرباء من السد العالي دي كانت البداية في بنبان بنتكلم في مشروع حجم الاستثمارات ما يقرب من 2 مليار ومئتين مليون دولار معنا جهات تمويل طبعا ضخمة جدا احنا طبعا ده كان بالنسبة لبنبان التواجه الآخر ودي توصيات دايما بتصدر في مؤتمر المناخ اللي كان في مؤتمر المناخ كان في شرم الشيخ العام الماضي التواجه أيضا من ناحية الطاقات النظيفة زي الطاقات الرياح على جهة تكلمي تم توقيع أكتر من أربع مؤيوز أو مذكرات تفاهم بقدرات ما يقرب من 28 جيجا يعني 28 ألف ميجا وط من طاقة الرياح ودي لم تحدث في العالم يمكن احنا بصفة خاصة كشركة انفينيتي ومعانا انفينيتي باور ومعانا شركة مصدر إماراتية وحسن علامك هذا التحالف ولسه من دين من الأسبوع الماضي مع معالي دولة رئيس الوزراء ودكتور شاكر معالي رئيس الوزير القهرباء في حضور الدكتور سلطان الجاب الوزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي وقعنا الاتفاقية للإتاحة لدخول هذه الأراضي لعمل القياسات والدراسات بقدرة 10 جيجا واط بحجم استثمارات وده الجميل ان ده مش مجرد توقعات احنا هنستلم الارض بالفعل يعمل عليها الدراسات استثمارات ما يقرب من 10 مليار دولار هذا المشروع هيوفر لمصر سنويا 5 مليار دولار من الغاز الطبيعي مقابل انتاج هذه يعني بدلا من استخدام الغاز الطبيعي انا سأعمله في طاقة الرياح طاقة الرياح ويوفر لمصر 5 مليار دولار سنويا كعائد المشروع 10 جيجا ده فقط بالاضافة ان احنا منتكلم في توفير حتى ولد 23.8 مليون طن من بصمة ثاني اكسيد الكربون اللي تمثل 10% من انتاج الكربون في دولة مصر الحقيقة احنا فعلا في مرحلة غير طبيعية ناحية الطاقة الرياح والمتجددة ايضا هناك بعض المشروعات تم توقيع اكثر من 23 اتفاقية للخاصة بجرين هيدروج او الهايدروجين الاخدر اللي مربوطة ايضا بانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية او الرياح او كلاهم